أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن اجتماعكم هنا ليعزز قناعة غطر بأن منظمات المجتمع المدني في وطننا العربي تستحق أن تحصل على فرصتها كاملة فتضطلع بمسؤولياتها الوطنية وتتصدى بشكل فاعل للقضايا التي تشقى الأمتنا وقد تجسد ذلك لدينا مؤخرا في صدور قانون جديد نظم الحق في تكوين الجمعيات المهنية والمنظمات الأهلية موسيقى أنا الإنسان بلا حرمان أنا لحب مهما كان للإنسان أنا إنسان حر نفسي نقدر من بني جنسي شعار الحب والإيمان لا لوني ولا صفتي ولا ديني ولا لغتي لميزني ولا العنوان أنا إنسان حر نفسي نقدر من بني جنسي شعار الحب والإيمان لا لوني ولا صفتي ولا ديني ولا لغتي تميزني ولا العنوان أنا الإنسان بلا حرمان أنا لحب مهما كان الإنسان موسيقى تعزيز واحترام حبو الإنسان بدولة قطر أخذ في الآونة الأخيرة أو من السنة الماضية اهتمام من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي فنجد أن هناك اهتمام من القيادة السياسية في دولة قطر على تعزيز وحماية حبو الإنسان ليس فقط في دولة قطر ولكن هناك انطلاقها أخرى أيضا إلى المنطقة الإقليمية هو دوليا حقوق الإنسان هي أسمى ما ترنو إليه نفوس البشر باعتبارها الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا حياة بكرامة وأن يتحرر من الخوف ومن الفاقة ففي عام 2002 للميلاد وبمرسوم أميري تم إقرار قانون بإنشاء لجنة دائمة تحت مسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها الدوحة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة مستقلة هي إحدى بل هي أهم مؤسسات المجتمع المدني لقيت ارتياحا وقبولا من جميع فئات الشعب القطري وكذلك من المقيمين على أرض قطر لما تمثله هذه اللجنة من أو ترمز إليه من إحياء فكرة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق من الانتهاك ومراقبة التجوزات والانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان ومحاولة حلها وعلاجها مع الجهات المعنية بغية تعزيز هذه الحقوق ومن هنا عندما نتصفح المرسوم الأميري المنشئ لهذه اللجنة سنجد أن هذا المرسوم قد سرد الإختصاصات الواسعة لهذه اللجنة ومنها البحث في الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ومن تأكيدات اللجنة أيضا الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية والعمل على رفع مستوى الحياة في جو من الحرية والمساواة والعب يتحرض فيه كل إنسان من الخوف ومن الحاجة ولعل أهم نقطة أود أن أؤكد عليه في هذا الاهتمام أن هناك مبادرات عديدة من القيادة السياسية لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان وهي إنشاء المؤسسة العربية للدموقراطية حيث أن هذه المؤسسة مقرها دولة قطر وهي تقوم على نشر وتعزيز ثقافة الدموقراطية في المنطقة العربية بشكل عام كذلك هناك أيضا مبادرة أخرى من القيادة السياسية وما هي إلا احترام وتعزيز في الحق في العمل وهو إنشاء منظمة صلتك وهي مبادرة من دولة قطر لتعزيز الحق في العمل على المستوى العربي كذلك على المستوى الدولي أود أن أؤكد أن هناك أيضا اهتمام من القيادة السياسية على تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتعزيز واحترام حرية الرأي والتعبير وذلك من خلال إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام وما هو إلا تعزيز واحترام حرية الإعلام على المستوى الدولي وأولت اللجنة رعاية خاصة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وخاصة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمال ويأتي ذلك باهتمام اللجنة بكل القضايا المتعلقة بذلك موسيقى موسيقى هناك تعاون كبير من مؤسسات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر ولعل هذا التعاون يأتي أكثر مع وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل أيضا كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان ويأتي إنشاء إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية إنجازا نوعيا متميزا ومظهرا بارزا من مظاهر اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيزها وحمايتها في مجالات عامة ومعروف أننا في قطر نتعامل بكل شفافية وبكل حرية في رفع التقارير لمجلس الوزراء يعني من ينظر إلى تقارير لجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد يجد أنها تختلف عن بلدان كثيرة ذلك أن هذه التقارير تنشر عبر مختلف وسار الإعلام على نحو لا نجد له نظير في الكثير من البلدان مما يؤكد الشفافية التي تتعامل بها دولة قطر في هذا الموضوع الحيوي بمرحلة من أهم مراحل التحول الديمقراطي الحضاري في قطر وهو النهج الذي تبناه سمو الأمير منذ توليه مقالد الحكم عام 1995 إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو الهدف السامي الذي يسعى إليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة